شكرا تعد تقوص صناعة الملبن من التقوص القروية المحببة لأهالي قرية الدغلابر في حمص الغربي الذين ينتظرون موسم قطاف العنب ليعيش أجواءه المميزة إذ يتعاون أفراد العائلة مع الجيران في صناعته بالطريقة اليدوية القديمة حيث زرنا إحدى العائلات في القرية وتعرفنا على طريقة إعداد هذه الأكلة المميزة نشتهر بشغل الملبن أنا ومرتي وعيالي كلنا نشتغل من الملبن وجيراننا وأصدقائنا بيساعدونا وكل العالم بتحب الملبن هذا ملبن منعناب منعملوه ومناكلوه نحن بالشتوية هو الملبن لجيراننا نحن منحب نساعدوه لأنه إنسان جماعة طيبين وكويسين شرواكو كل شيء له طريقة التقبيع له طريقة والطوي له طريقة والسطح له طريقة يعتبر الملبن من الحلويات الفلكلورية القديمة ويتمتع بشعبية وشهرة واسعة جعلت منه مصدر رزق لكثير من العائلات في القرية ويشهد إقبالا على شرائه وكذلك يسوق للخارج خلال موسم السياحة بالمنطقة المرحومة أمي كانت اشتغلها وتعلمتها وجيت لهون عالدغلي أنا ملتي جيت عالدغلي وصرت اشتغل أنا جوزة ولادفية نعصر لنبقى بيوم من رأده بحوارة تاني يوم من صفي ومن لقوه بجعي ليغلي من قشو من تم نقشو لحتى يصفى بس يصفى بكون هون عندي خضاضاب بحر الحريري فيها الطحين يعني بمي بس يخفق شوي زيادة برجع بدب وفاق الزوم بس تغلي بيجعي لي من طالع دي بدلقولي إياها جوزة ولادي بسطولي ومن طالع على السطح السطح عندي قصبي وملاحف بالقصبي وبمدة يعني عسوية مشان تطلع شقفي وحدة من طبها هيك عالطاولة ومنقبعها ومنشرعها هيك بالشمس شي ساعة ساعتين منرجع منقطعة ومنطوية من حتى بعلاب من زينة كيلو كيلو من بيعه وأكتر شي يعني للمغتربين كتير بيحبوا الملبن يصنع في فصل الخريف ويقدم شتاء مع مكسرات الجوز واللوز فهو إرث تراثي وحضري توارثه الأهالي عن الأجداد ليعلمونه لأولادهم من قرية الدغلا بريف حمص الغربي شيرين العلي الإخبارية السورية